من جامعة دمشق إلى الجولان رسالة فن وانتماء حملها ابن وجد لشمس حسن خاطر من خلال أعمال نحتية جسدت نضال الجولان خلال عقود طويلة من الاحتلال والتي باتت من أهم معالم الجولان وهويته السورية كنت من أول دفعة رحنا على دمشق باختصار عملت خمس سنين بأكادمية الفنون الجميلة رجعت على المجدل بالألف وتسعمية وأربعة وثمانين طبعا بكل اتفرون جميلة أنا خريج قسم التصوير لما رجعت على الهضب أعملت أول معرض بلوحات الرسم لأنني اخترت رسم مش نحت أعسى سقدر دخل معي أو رجع معي اللوحات اللي عملتها حبيت توصل رسالي أنه الفن له دور بخدمة قضايا اجتماعية وطنية وإنسانية تمثال المصيرة وسط مجدل شمس المحتلة الذي تعرض للتفجير بعد تدشينه بعدة أيام كانت الانطلاق لعشرات الأعمال النحتية في الجولان وفلسطين ومنه مرورا بنصب الشهداء في مجدل شمس وتمثال أسعد كانش وأبو صالح قائد ثورة تقليم البلان وصولا إلى تمثال قاسيون الذي جسد قادة الثورة السورية الكبرى وسط بقعة المحتلة كانت أعماله حسن خاطر تروي حكاية الجولان وأهله خلال خمسة عقود ونيف اللي هو تعبير عن المسير النضالي لسكان هاي القرى إن كان بالماضي أو بالحاضر أو بالمستقبل فحبيت يعني حط بالتمثال المراحل الزمنية الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل من خلال الرموز الشخصيات اللي بتعبر عنهم هاي الشخصيات وبالتمثال طبعا الشخصية المركزية سلطان الأطراش اللي هو قائد الثورة السورية الكبرى كرامز للحرية والانعتاق من الاحتلال ومقاومة المحتل بكل أشكاله تفجير التمثال بعد التدشين بأسبوع بالضبط عبوي ناسفين حطت بحضن الشهيد اللي هو بالتمثال وطبعا حاولوا إزاحة التمثال كله من أساسه بس التمثال قاوم التفجير وعمل مناسب بشكل لا يصدق أني شاهدت أشخاص رجال عبيبكوا لأنه التمثال انأذى تفجر فالسكان عندنا اعتبروا هذا العمل تعبير عن ذاتهم عن مسيرتهم عن حظرهم عن مستقبلهم عن مضيهم من تمثال المسيرة كمان في نصب تذكاري لأسماء الشهداء من كان بالمجدل أو بوقعاتها وفيه تمثال قاسيون اللي بجمع قيادات الطورة السورية الكبرى وفيه تمثال المجاهدين بمجدل شامس بقيادة المجاهد أسعد كانج أبو صالح ومن صخور الجولان المختلفة كان لحسن خاطر منحوتات تروي طبيعة الجولان الجغرافية والوطنية فباتت هوية أعماله تحمل إرثا وطنيا وفنيا كبيرا المشروع هو عبارة عن أنواع الحجار الموجودة بالمنطقة المحيطة وين أنا عايش المساحة تبدأ من جبل الشيخ للشريط الحدودي لبركة مسعدي وما حولها هاي الدائرة شو بتحتوي من أنواع الحجار والتنوع الموجود بهذه الخامة اللي أنا بالنسبة لي خامة مهمة جدا لأنا موجودة حوالي وشارك الفنان حسن خاطر بالعديد من المهرجانات التي تميز من خلالها بأعماله التي حملت هموم الجولان وأهله وروح أبناء الجولان المحتال اتكأ على سفوح جبل الشيخ وطوع صخور الجولان في رسالة انتماء وحفاظ على هوية الجولان وأهله فنطق الحجر وباتت أعماله من أهم معالم الجولان المحتال عطى فرحات تلفزيون فلسطين الجولان السوري المحتال